أعلن اتحاد الإمارات للجيجيتسو عن جاهزية أبوظبي لاستقبال وفود المنتخبات المشاركة في النسخة الثامنة من بطولة أسيا للجيجيتسو مع بدء وصول المشاركين في البطولة التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد أنهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وبتنظيم الاتحاد الأسوي للجيجيتسو خلال الفترة من الثالث إلى الثامن من مايو الجاري بصالة مبادلة أرينا وبمشاركة أكثر من ألف وخمسمائة لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من ثلاثين دولة وتحظى البطولة باهتمام غير مسبوق من قبل محبي الرياضة كونها تضم لأول مرة منافسات الشباب والناشئين وهو ما يؤكد المكانة الراسخة لأبوظبي عاصمة الجيجيتسو